السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في حد الآن سنتعرف على معلومة مهمة جداً أو موضوع مهم جداً في التعامل مع خلينا نقول أنظمة تشغيل اللينكس طبعاً الفكرة العامة هي أننا في كثير من الأحياء لما نشتغل كمدرار للنظام نتعامل مع عدد كبير من الملفات فالمهارة المهمة جداً في الجانب هذا هو شلون نحن نقدر نوصل للملفات اللي نحتاجها بوقت أقل أحد الاستراتيجيات اللي موجودة أننا نستخدم البحث في كثير من الأحيان عدد كبير من الطلاب تلقاه يعني قضى وقت مهم سهل في التعامل مع الحاسب الآلي وفي النهاية ما يعرف شلون يسوي عملية بحث بشكل جيد فمهم جداً نحن نعرف شلون يتم البحث في أنظمة تشغيل اللي موجودة عندنا يعني أعطيكم مناسبة المثال مثلاً ممكن أحياناً يكون قاعدة تدورون مثلاً على ملفات السلايد أنتم ملاسين مثلاً وين حاطينها؟ في كثير من الأحيان نحن نعتمد على طريقتنا نحن في الترتيفة الروح ندور عليها خلاص الحين موجود على ديسك توب لا لا أنسيت أني حطيتها هنا في الداول لوت لا أنسيت أني حطيتها في الدوكومنت هذه كلها يعني تقنيات تضيع وقت بالنسبة للسيستمد من استرعيته فلا بد أن نحن نوجد طريقة من خلالها أن نحن نتعامل مع البحث على داخل ملفات النظام بشكل سريم فاللينيكس معضينا إمكانية أن نحن نسوي الخيارات هذه بشكل كبير جداً طبعاً الأمر اللي موجود اسمه find أمر موجود على قولهم ابحث طيب أبحث عن إيش؟ دائماً حناً لما نجي نبحث في عندنا تقريباً نقطتين أساسية وين أبحث؟ وإيش؟ تبغاني أبحث عن إيش؟ الأكشنز هذه تعتبر على قولهم شيء ثانوي لكن المهم جداً عندي أنا الأمر ابحث find السيرش فولدر هذا وين؟ هل أنت تبغى في الroot؟ هل تبغى مثلاً في الhome؟ وين تبغى بالضبط؟ الماتشن كريتيريا هو نستخدم أي أوبشن من الأوبشنز اللي موجودة هنا فمثلاً لو أنا بغى بحث مثلاً خلينا نقول ملف اسمه hello مثلاً خلينا نقول هنا hello فأنا المفروض أني أنا أكتب الآن find وين المكان اللي أنا فيه ممكن أقول dot وبعدين مسافة وأكتب حلو راح يبحث ليه في المكان اللي أنا فيه حالياً طيب نقطة مهمة جداً أنا ما جاء ذكرتها سابقاً ولا لا وهي أني أنظمة التشغيل لينكس تعتبر من أنظمة التشغيل الكيس sensitive أو حساسة لحاس الحروف بمعنى حرف A بالشكل هذا لو كتبنا ملف اسمه A-S-D بالشكل هذا غير A-S-D غير A-S-D فبالتالي حالة الحروف تعتبر حساسة تمام؟ فهذه النقطة مهمة جداً أنك تنتبهونها خاصة لما تجون تتعاملون مع البحث في الملفات لأن أحيانا مثلاً ممكن تكون تبحث عن ملف خلنا نقول اسمه ملف A-S-D وأنت بالغرض كتبت A-S-D بالشكل هذا عمر ما راح يلقاه إلا في حالة واحدة إذا إحنا قلنا cancel موضوع الكيس sensitive وخلي يكون سواء يعني خلينا نقول كيس sensitive ولا لا فهنا من الخيارات اللي موجودة اللي هو النام يعني من ضمن الخيارات اللي احنا في الحطة في الماتشن كريتيريا هنا ممكن نقول النام طبعاً لو كتبت النام كذا الخيار تكتب النام ومعناه أنك تبحث باسم الملف ممكن في خيار ثاني اسمه I-Name ال-I-Name راح يكون على قولهم يلغي الموضوع اللي هو الكيس sensitive أو يخليه الـ capital والـ small واحد فهنا في بعض الخيارات خلينا نمشي عليها بشكل سريع الخيار اللي اسمه A-Time تمام ال-A-Time معناه ال-access أو ال-last access أو آخر مرة دخلنا على الملف في كثير من الأحيان نحتاج أن نحن نعرف آخر مرة احنا دخلنا على الملف فممكن احنا نقول بالشكل هذا اللي هو ال-A-Time ال-N هنا هو عدد الأيام عدد الأيام ممكن تكتب بثلاث حالات وهي دائما تعتبر قائدة ممكن تكتب N أو تكتب plus N أو تكتب minus N طبعا N هنا أي رقم دخلنا نقول خمسة مثلا لو كتبت N بخمسة هنا يعني مثلا كتبت find اللي هو ال-A-Time وبعدين هنا حطيت خمسة بدأ ال-N هذا بيطلع لك كل الملفات اللي كان آخر دخول لها من خمسة أيام فقط تمام لما يكون الرقم بالحالة بيعطيك الرقم فعلي لما يكون plus معناه أكثر من هالرقم فبالتالي أنا كأني أقول له أكثر من خمسة أيام يعني استعرض لي الملفات اللي كان آخر دخول لها أكثر من خمسة أيام لما يقول لي minus معناه أقل من خمسة أيام يعني هنا أي ملف خلال أربع أيام تم الدخول عليه رح يستعرض لك عليه أو رح يجيب لك الملف هذا فهنا نقول الأكسس تايم عشان كده تلقى أول شيء أي الثاني اللي هو المودفكيشن أو اللاست مودفكيشن أو آخر تعديل تم وبرضو يستخدم نفس الطريقة N plus N minus N ممكن أتعامل مع size ممكن أقول والله كم المقاس عندي في المقاس ال N هنا أن تكتب الرقم ممكن أحيانا تكتب الرقم وتستخدم مجموعة من الحروف معاها يعني ممكن أن تكتب عشرة C مثلا دخل نكتبه هنا لو كتبت عشرة C رح يطلع لك الملفات أو يبحث لك عن ملفات حجمها عشرة بايت طب لو كتبت عشرة كاي عشرة كيلو عشرة أم عشرة ميجا عشرة جيجا نحط جنبها حرف الجي ممكن حتى أبحث من الأونر حق الجهاء حق الملف مثلا ممكن أقول رح دولي على أي ملف اسمه ASD للشخص الاسمه X مثلا رح أجيب لك هي وتقدر تبحث بالجروب وتقدر تبحث عن type أو نوع الملف هل أنت تبغى ملف نختار F أو directory D أو L تختار اللي هو اللينك تمام نجي الآن اللي هو الخيارات اللي موجودة في الأكشنز الأكشنز فيه تقريبا مجموعة من الخيارات تختلف بحسب نوع اللي هو الإصدار اللي تستخدمه يعني مثلا في بعض الإصدارات يستخدم مثلا أمر delete موجود ممكن في أمضة اللينكس الحالية ما تلقاها موجودة ممكن يستخدم print معناه يطبع لي الرابط حقه وين ممكن يستعرض المحتوى الداخلي حقه ممكن ينفذلك أمر موجود فهنا دائما CMD هو واحد من الأوامر اللي موجودة والمدعومة على نظام التشغيل خلينا نشوف مثلا المثال اللي قدامنا هنا يقول لك find ابحث في المجلد اللي اسمه user اسم الملف اسمه core ولاحظ بما أني أنا اخترت هنا name معناه أنه لا بد يكون مئة بالمئة مشابه ما يصلح أني مثلا أقول core مثلا كده هذا هنا capital وهنا small ما رح يمشي execute هنا يعني نفذ الأمر اللي اسمه RM طيب هذي وش معناها العلامة هذه احنا نسميها place holder ميزة place holder أو fight place holder النتائج اللي راح من الأمر هذا راح أنا أحطها في المنطقة هذه فبالتالي كأني أنا أقول له احذف جميع الملفات اللي تلقاها اللي اسمها core هذا الموضوع ما هو بذكركم بموضوع ال piping أو العملية التي تشينينغ اللي خذناها في الدرس السابق هي فعليا نفس العملية أو نفس الفكرة لو نلاحظ أني دائما السسنة سيعتمد على المهارات هذه أو مهارة ال piping بشكل كبير جدا كل ما أتقنها كل ما كان أفضل بالنسبة له وكل ما كان أسرع في إنجاز العمال الخاصة فيه في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة Education Life Made Easy